اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شون العلام أن هناك تحركات علامية قطرية تتزعمها قناة الجزيرة موجهتان إلى المواطن القطري لمحاولة تشويه صورة مجلس التعاون الخليجي والدفع باتجاه تحريك مطالبات شعبية قطرية للانسحاب من المجلس وضف وزير شون العلام في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن السياسة العلامية القطرية الحالية تعتمد إلى إثارة المواطن القطري بتلفيق اتعاعات مبنية على مغالطات تاريخية وسياسية هدفها الأساس إغار صدور الأشقاء في قطر تجاه المجلس والتقليل من شأنه بل وإيهام المواطن القطري أن الإجراءات التي تم اتخاذها موجهة له وأوضح سعادتها أن الإعلام القطرية يعمل على تشويه صورة المنظومة الخليجية بأكملها من خلال إدعاءات لا أساس لها من الصحة معربا عن أسفه من محاولات الإعلام القطري تعبئة الشارع بهذه الكاذيب وإشراكه في أزمة سياسية وأشار الرمحي إلى الحملة المنظمة التي بدأتها الجزيرة وتروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تحاول إظهار أن هناك تحركا شعبيا للمطالبة بالانسحاب من المجلس معربا عن أسفه أن تقوم وسائل إعلام إيرانية بالمشاركة في الحملة عن طريق الترويج إلى مكاسب قد تحققها قطر بالانسحاب من المجلس ترجمة نانسي قنقر